إذا نتطلع على الرسم اللي فوق هون هاي هاي عبارة عن العلاقة إيش هذا الكرب؟ تذكرين هذا الكرب؟ شو ممثل؟ هو علاقة ما بين يائما بي وإتش إتش بيكون هون وبي هون يائما بين الماغنيتوموتيف فورس وفاي فعند العلاقة لو كانت علاقة مثالية شو لازم يكون هذا؟ خط مستقيم إنو ميل معينة بمور في الأورجن فكل ما زدت الماغنيتوموتيف فورس بزيد فاي ولو كان مثالي مثالي بيكون ماشينا الانفينيتي من هون ومن هون بس الحياة مش هي شو بيصير عندي بعد فترة؟ هلأ زي بتطلعوا على الكارنتي اللي هون بتتذكروا حكينا إنو الماغنيتايزايشن كارنت إيش حكينا عنه علاقته بالفولتج بالبرايماري فولتج تسعين درجة مظبوط والكارنت هذا هو رح يسبب الماغنيتايزايشن لفلكس هاي فاي هلا هذا الفولتج وين بيكمل؟ بنزل هيك مظبوط فمين اللاقينج مين؟ فاي لاقينج في بي بي بالظبط فإحنا قلنا هذا الكارنت it's lagging by 90 ديجريز هلأ هذا الفاي عندي هون العلاقة ما بين فاي رح أسقط فاي وين؟ هون وإيش بعدين رح يطلع معي منها؟ الماغنيتو موتيف فورس بس الماغنيتو فورس هو ن آي هلأ لو كان هذا الخط خط مستقيم لو كانت العلاقة مستقيمة خط مستقيم تماما بمر في الأوريجن بدي أطلع الماغنيتو موتيف فورس المطلوب حتى ينشأ هذا الفلكس حتى ينشأ عندي هذا الفلكس ايش الماغنيتو موتيف فورس المطلوبة؟ لما بضرب هذا الخط هيا رح أخذ الخط اللي هو فاي الـ solid رح أخذ هون وأضربه بهاي القيمة ورح يعطيني القيمة المكافئة لها هون هلأ لو كان هذا خط مستقيم ايش رح يطلع معي شكل الكيرف اللي هون against time لاحظوا هذا صار زمن هلأ هون أنا قلب 90 درجة صار هذا زمن شو كان رح طلع معي الماغنيتو موتيفة sinusoidal بس شو المشكلة بتصير عندي في عندي هون non-linearity شو الـ non-linearity اللي هون هذا مش خط مستقيم فلما بسقط هاي النقطة في منطقة معينة بيشبه sinusoidal هون بس لما يبدأ يصير في عندي saturation شوفوا شو صار الشكل هذا الـ current إذن الماغنيتو موتيفة مش مية بالمية sinusoidal شو يعني مش مية بالمية sinusoidal إذن كيف بقدر عبر عنه هاي الـ waveform لو جيت اطلعت عليها كيف بقدر عبر عن الـ distortion اللي فيها شاكنها مش sinusoidal شاكنها مش sinusoidal شاكنها مش sinusoidal لو حللت هاد رح لايب يتحلل لـ component sinusoidal إلو نفس الـ frequency بس تكون في component إيش إلها frequency أعلى ولا أقل الـ harmonics by definition إلها frequency أعلى بصار عندي فالـ current هابر حيكون فيه harmonics ونـ sinusoidal حتى أخفف من هدول إيش لازم أعمل لازم أحاول ما أدخل بالـ saturation كل ما هادأ جنبت إني أدخل بالـ saturation بتجنب المشكلة هاي اللي بتصير عندنا اللي هي إنه يصير في عنده distortion في الـ current